النهاردة بنتكلم على تاني معنى من المعنى اللي بناها فينا القرآن وإحنا بنتكلم وإحنا بنقرأ سورة الرحمن إلى آية ستين وإحنا بنتكلم وبنسمع قوله تعالى بيسري في قلوبنا وبيغسلنا وبيمنانا من نور هل جزاءه الإحسان إلا الإحسان فنحس إن السعادة ما لها السعادة السعادة في كل التفاصيل السعادة في عمق الحياة السعادة في كل نفس السعادة في كل حياتنا عمقا وكمان تفصيلا إيه اللي حاصل؟ السعادة في الطريقة جماعة السعادة في السعي وعشان كده عشان نحس بالسعادة اللي في السعي إيه وعد تكون من أهل الانتظار وخليك من أهل النظر وقلنا عشان نكون من أهل النظر النظر الذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى عشان تكون من الذين يرون بنور الله لازم فيه ثلاث حاجات أول حاجة الاستبصار تستبصر في نفسك وتشوف نعم ربنا عليك وما تصدقش كده بنفسك إن ما فيش نعم تاني حاجة الاستظهار تظهر نعم الله سبحانه وتعالى خلاص شفت النعمة أظهرها وأما بنعمة ربك أفحدث وتشوف النعم اللي تخلي حياتك حلوة تخلي حياتك مليانة بالخير تالت حاجة الاستحضار تستحضر النعم دي وتحس إنك منعم عليك بل تحس إن أنت غريق في هذه النعم وإن أنت ممدود وإن عطايا ربنا عليك كتيرة وعشان كده تعمل إيه؟ اختار نعمة من النعم اللي عندك وفكر فيها وإزاي تستثمرها في حياتك وإزاي بيع حياتك تكون أكثر ساعة وأكثر استثمارا وهو دوت معنى من معاني وإن شكرتم لأزيدنكم وبعد كده توقف وابدأ وما تتوقف عن أي نوع من أنواع أي نوع من أنواع الإحساس بالإحباط توقف واستمر في العمل وما تستصعبش أي شيء وإذا كان فيه عمل أكثر من قدرتك في الوقت ده جزأه وإعمل حاجات سويرة كل يوم تالت حاجة توقف عن التأجيل ولما تلاقي أهمتك بتفتر إيه اللي حاصل؟ اعمل أقرب عمل إلى قلبك بس ما توقفش آخر حاجة خلي عندك كل يوم منجاه بتشكر فيها ربنا سبحانه وتعالى على تودده ونعمه اللي وسع عليك بيها وخليك غريق في النعم